اخر مرة خدناها مرة اللي فاتت ان احنا عملنا عبليكيشن بسيط كده كنا بنكتب اي اسم تمام وبنكتب الكمية ايه؟ لأ الجهاز ده نصيحة متوقشة نصيحة الجهاز ده بطيق حركة دراجة جهاز تنس وخلي بقى اللي هي نحظوا حظوا اللي هو راجزة الجهاز ده بطيق فعلا من زمان وما كده وبندخل السعر لسه الكلب كان بيطلع بالطريقة ده تمام؟ حتى لو دخلنا السعر كده ده السعر احنا بقى انت بيطلع بالطريقة تيكست او او تيكست عايزين افرد رقم تلعلك بس الرقم تلع فيه كثير كده وانت عايز تقلله طبعا هو ده طبيعي ده طبيعي عشان امدخل سعر فيه كثير ده طبيعي عشان امدخل سعر فيه كثير بس انا عايز اخلي اقل ديسمال او تو ديجت يعني مثلا يطلع خمسة وتسعين خمسة وسبعين ستة وسبعين سبعين سبعين ما يطلع لسك ديجت ما يطلع لش تلت خنات لا يطلع لخانتين بس بس خانتين في مين؟ في الديجت الانتجر حط عشان امدخل طبعا الديجت هو اللي ما انا عايزين يقربه بس مش اكتر يعني لو ستة وثلاثين يخلى لك اربعين مثلا يقرب ما يكون شيء ما فيش حد بيعمل كاس لكل ده 19 كده حتى لو في الدربات حتى في فواتير حتى في اسعار حتى في ممكن لما ديجوا يجربوا السيستم اللي كانت عمل كان بيطلع فيه كسور كتير ام كان بيطلع فيه كسور خصوصا لو في اسمة حتى عنده وشاكل في الاسسايمنت تماش نشوف احنا ان شاء الله هنحاول احنا اللي خلص النهاردة بدلي بسرعة تمام عشان تقعدوا تطبقوا ده في مشكلة انا شايف كده افضل في الاول بالزاك بعد كده تلاقينا ان انا بشرح اما بعد كده في الاول بالزاك انا عايز انت تعطوا التامي بتطبق تشوف المشكلة اشوف لك بس هالله حالك ازاي عشان بعد كده انت ايه تبقى تاخد بانك من الحاجات دي ايه فيديوهات معلش مرة الفاتر بسبب المشكلة بس اللي حصلت معلش بت ايه واسب تتفتح وحتى كده لتوهم من محمد الدفان كانت اقلطوا بالليل سهلات حانوس تتحدث من الامل احنا العمل اشتاكت بسبب مشكلة بسبب الماشكلة طبعا بيقول لهم راي لتوهم ينقلوا فيديوهيات البرنابيك هاموة اللي بعمله عندما يخلص ومحتاجينه عشان يشتغلوا عليه ليش يوحوضوا يحفظوا اكواد او بحبة ولا حد بكتب وراه فقالوا خلاص هنفتح لك اكواد اولا اهم حالة مش مشكلة بقى برضو هيفرض ناس معندهاش نت مش هنحكم الناس يعني فهمني عشان لو ناس معندهاش نت ده خلص شكوية فاحنا النهاردة ان شاء الله هنرحل نخلص الجوز اللي احنا عايزين نخلصه وبعد كده نبدأ بس الكراشات كلها مرة واحدة عشان ينجز كراشة كانت عبدالرحمن ووحدها كده كل واحد خاطف هشريم وفتاح في الكراشة المرة الفاتت حصل كده عايزين احنا معنا نعمل ايه تقريب موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشكل اللي انت عايزه. الشكل ده معناه خانتين او اي خانات للكاس للانتجر وهنا خانتين للدسمال. ده معناه كده. اي خانات للدسمال للانتجر واي خانتين بس للدسمال. لو عملت كده يبقى كده ايه? تلات خانات. بعد كده انت كده عرفت متغير من نوع دسمال فورمات. اهو. لو كتبت كده. دسمال. فورمات. اي اسم يسوي نيوم دسمال فورمات. واختب الفورمات بتاعي. ايه بيون ايه? هاد رقوان ان. ممكن بكتابة محتاجة اسططيع. اه ايه رقوان بص ويقول لك ايه? اخيب بلا. الهي بي اي ربعة و عشرين وانت بقدي. كانت نازلة معليه باي كام? داشت. داشت. فانت ايه? محتاج الورجن بتاعك. الكود ده محنش موجود يشتغل على الورجن. ما نجي نعمل بلوقتي ابليكيشن. بس احنا عمنا ستتشر عشان نجي نموش. تمام? طيب. دي طريقة مش هتنفع بالطريقة دي. كنا بنعملها ازاي? هنضطر نكتب كده. ماي فورمات. بعد كده روح قالي. الماي فورمات اللي انت استخدمتها دي المتغير. دوت فورمات. عشان برده هوريكو هتنشغل عجديدة. انهي القيمة بقى. اللي هي قيمة مين? التوتال. اللي هي دي. و دي اسمها ماي فورمات. بس برده بس عشان ايه? الابي او. كده بتعملها بالطريقة دي المنت تعمل ايه? بتعرف متغير. دي اسمي اي اسمي عجبك. يسوي نيو دي اسمي الفورمات وحط الشكل اللي انت عايز. كل التركيز كله على دي اسمي. دي اسميها دي اسميها دي اسمي الفورمات. مش معجلول ايه. معنى كده ده عمل ايه من خلتين انتجر. لا. هو كل عينه على مين? على الدي اسمي. بعد كده. المتغير ده اللي واخد الشكل ده. كتبت دوت فورمات. هيأثر على انهي متغير. قلت له متغير ايه? التوتل. يبقى التوتل وطلع في كسر ياخد الشكل ده. دي طريقة. طريقة تانية. عندك الطريقة دي. حاجة اسميها string.format. string.format. طبعا دي ترمام الشغالة مع الابي اي بتعمل. بتعمل حاجة اسميها string.format. وبتكتم هنا. value of a. ده الشكل بتاعك. أي انتجر. dot. أو point. two fraction. two fraction يعني ايه? اتنين. two digit. على اي حاجة? على التوتل. دي طريقة تانية. string.format. value of a. وتكتم هنا دي علامة هلمية معناها اي رقم انتجر. point. two fraction. بقى two digit. بعد كده هأثر على مين? على التوتل. لو خدنا دي كده. cut. الحركة دي. وحطناها هنا. مكان كلمة total. يبقى المفروض كلمة total. تطلع في التوست. بال two fraction. ولو حطناها في. التوتل. في ال alert diolog. ولو حطناها في التكست. مش عالك لدينا ثلاث طرق. طبعا انت هتستخدم كم طريقة. انت طريقة واحدة. يعني ان ينفعش عبلي كيش ان يشتخدم في كل الطرق دي كلها. مهما كبرت و مش شرحة. انت حطيته ديجيت معينة. لما انت استخدمت الطريقة دي لسترينج. لدينا فورمات كذا. علشان دي مش شغلة غير مع. اي بي اي اي. حديث. ما هو الجهاز ده بطير. دي كده هتشتغل مع الطريقة دي. تشتغل مع الجديدة. يعني انت لو جربت عندك دي هتشتغل على بي. لو جربت عندك دي. هتشتغل. لانا موقفة دي. طبعا اكيد كان في طريقة قبل مع الجديدة. اكيد ما كانش سايبينها كده. هل هي الطريقة دي. استرينج و دوت فورمات. وتكتب فورمات. وتكتب فورمات بتاعك. بعد كده قلت له هأثر على مين. قلت له أثر على متغير التوتر. كان بدون دي كان هتشتغل على رقم اي. كس كبير جدا. هل هي دكتور الطيب اي باد اشتغل مع اي بارجة. مع اي بارجة. اه اه اشتغل مع اي بارجة. طيب نسيب. عايزين بقى النهاردة نخش. احنا خدنا المرة اللي فادت. فوضيح الوضع. و كيف نتعامل معها. و كيف نتأمله اسصائل. و كيف نطلع و نقوم بتأكيد. و انتفقنا اوتبوت. هما التلاتة. التوست. والألاف ديلد. او تعرض في تيكست على الشاشة. و ناس كتير عملت الاسصائم. و لو فيه مشكلة. بعد ما اخلص. نبدأ نشاهد المشاكل العديد. أريد أن نأخذ نهارده الكنترول جزء من الكنترول كلمة الكنترول ديت معناها إن لو الحالة بتاعتك أو الكيس بتاعك في شرط في شرط يعني إنت في مثلا عندك بتعمل سيستم لسومة ماركت قبل الكيش أو سومة ماركت يدي خصومات يدي خصومات للناس اللي عدت ألف جنيه البرشيز بتاعهم أو المشتريات بتاعتهم عدت ألف جنيه اشتركتها من ألف جنيه تاخد خاص ده كده شرط مثلا بنيجي قالك أنت هندي خصومات خلال فترة شهر رمضان مثلا زي ما أنا عمال الماركس يبقى خلال الفترة دي لو حد جاء حجس قبل شهر رمضان ما ياخدش لو حد حجس بعديه ما ياخدش يبقى ازاي نحط شرط في المسألة ويتشيك هو لوحده ازاي نحط شرط في الابليكيشا متعلا والابليكيشا يتشيك لوحده ما يشبك كندما يخلو ما يطبقه ويتشيك مثلا بنيجي نطلع تقديرات في الجامعة في الجامعة كله توحي بطلع باص او سقد او جيد جدا او متشيك او زي في الجامعة الانين خاصة مجمع او بي و سي و تي او مكان او تواقع بطلع واحد مجمع مجمع فل او باس او جود او جود او جود او جود او جود موسيققق اللي اثنين بيعملوا نفس العمل؟ اللي اثنين بيعملوا نفس العمل؟ اه بس في واحدة بتختلف عن واحدة وهناعرف كل واحدة بتشتغل ازاي في واحدة بتختلف عن حالة اول ما يكون فيه شرط في المسألة على طول يا ايف ياسو ايش شرط يعني زي ما قلت لك محدش يخش كلس في الاندرويد الا يكون معادي العشرين سنة مثلا يبقى ده شرط على مين؟ على ال ايش ازاي نخلي الابليكيشن لو حذب كتب تاريخ ميلاد وحسب عمرو قال لي من عشرين سنة يبقى ديكيشن يفتط عشان الشرط ما تحققش الكنديشن انت حطه ما تحققش زي بالظبط زي ما قلت لك بالنسبة للحوافز مثلا في الشركات يجو لك والله اللي قاعد اربع سنين في الشركة ده نسبة حافز كذا اللي قاعد من اربع سنين اثمان سنين ده بياخد عشرين في المية من اثمان سنين لاثناشر سنة ده بياخد عشر في المية فيما فوق اثناشر سنة بياخد تلاتين في المية ده ازاي تخلي الشرط تخلي البرنامج يطبق الشروط دي ده فكون ديشن فكون ديشن انشغلت إزاي بياخد فشون ديشن انشغلت لديك السنتجس بتاعها ثقلا اول حاجة تكتب اف طبقه تيت Seften här هكتبها هنا عشان الا Zac تظهر في الفيديو تكتب اف الز ROB اللي عليه الشرط ال thee بعد كده وراها الكوندanya بتاعي تفتح تقفل الكوز وتكتب الإيفنت اللي يتحقق تاني لو أنت عندك شرط طريقة الشرط افهم ديش تب أكتب إزاي الشرط يعني مثال قال لي محدش مفيش الناس اللي عندها مثلا اللي الإيج بتاعها أو فترة عمرها في المرء فترة توظفها شغلها في الشركة عدت الخمستاشر سنة في الحالة دي أخد بونس 20% على المرأة اللي أقلوا لخمستاشر سنة طيب اللي أقلوا لخمستاشر سنة ده ياخد بدل 20% ياخد 10% على المرأة أول حاجة تسأل نفسك هو الشرط على إيه على إيه على عدد السنين اللي عادة في الشركة هو ده الفرية هو ده الفرية وده أنا أقصده هنا الشرط في الجماعات عشان يضلع تأديرك على إيه على مجموع ده رجاضة يبقى total of degree هو ده الفرية الشرط في السنة العامة عشان تخشه بكل إيه على إيه على نسبتك نسبة السنة العامة هو ده الفرية مهمني؟ الشرط على دخول كورس الأندرويد يكون عمره على التكسب يبقى الشرط على مين؟ على عمر على الإيه هو ده الفرية هو ده أنا أقصده الفرية ده هو الحاجة اللي عليها الشرط هو ده الحاجة اللي عليها الشرط الكونديشن الشرط ذات نفسه انت قلت لها الشرط على فترة شغلك في السنة في الجادة أول شرط يكون أكبر من كامل؟ هو ده الشرط أقصده 15 محدش يغلش كله يتبغل لما يكون عدى 95% يبقى الشرط بتاعت أكبر من 95% هو ده الشرط مفيش حد بياخد امتياز لما يكون أكبر من 85% يبقى الشرط بتاعت أكبر من 85% محدش هياخد سيل على مشترياته لما يكون مشترياته عدى 1000 جنيه يبقى الشرط هو ايه؟ أكبر من 1000 هو ده الشرط تمام؟ مش شرط يكون أرقام مرزان ولزان لا أنا ممكن مش هدي خصم غير للبنات يبقى الشرط على مين؟ على جندر والشرط هو؟ فيميل يبقى جندر اكوال فيميل أنا هدي خصومات للناس الجاياني من الفيون يبقى الشرط على مين؟ عدى عمل الادرس اكوال فيميل مش شرط إنه هو الشرط يكون على أرقام مرزان أو لزان أو اكوال لا ممكن أخط الشرط على كرة على سترين على أي حاجة مش فارق معايا على أي حاجة زي بالظبط لما عمل بعد كأس العالم أي حاجة اسم محمد صلاح بياخد خصمات سهل غلط يبقى الشرط على مين؟ على اسم والشرط هو؟ محمد صلاح يبقى نيم اكوال محمد صلاح سهل غلط مش بالضرورة إنه أطبق على أرقام البرياب والحاجة اللي عليها الشرط المتغيب علي الشرط الكون الشرط نفسي الايفينت إيه اللي هيتم لو الشرط ده تحقق؟ لو انت جبت نسبتك عام من 95% إيه اللي هيحصل؟ هتخش طريق لو انت اشتريت أقصى إزل من 1000 جنيه هتاخد خصومات كذا لو انت عددت 15 سنة في الشركة هتاخد بونس 20% عموراتك هتاخد بونس 10% هو ده الإيفينت ذات نفسه جم سطر الإف مفروغوش سيمي كون سطر الإف دايما المرة اللي فاتت قلت نهايل أي سطر في الجابا أو في الاندرويد في سيمي كون في البروغرامي جامل حتى في السي بلاس بلاس إلا السطور اللي ما انتهيتش إلا السطور ما انتهيتش هنا يا قلت لك إيه؟ لو جبت 95% مستنى مني الكلام صحوا الغلط يبقى لسه ما انتهيتش كده لسه ما وقفتش هتعمل إيه؟ هتعمل إيفينت معين يبقى معنا كده خلصت فتخش ترق خلاص عرفت لو عديت 15 سنة في الشركة ها كمي هتعمل إيه؟ عديت بونس 20% كده لخلصت يبقى في البسيم يكونوا في سطر الإيفينت سطر الإف لو قفلت كده معناها أن انت قلت لو عمرك قصد من 20 سنة سي كده سي كده 61 ومشيط هتعملوا ده جاب يقول للناس اللي عمرها 20 سنة اه أنا هو ما عمتيش حاجة هتعمل إيه؟ ما قلتش هعمل إيه؟ سطر الإف مفهوش قفل بسيم يكونوا قفل بسيم يكونوا فين؟ في الإيفينت طيب انت دلوقتي قلت هدي أول شرط افرد في تاني شرط تاني يعني في شرط تاني انت عندك الدرجات في السنوية في الجامعة أقل من خمسين ده إف أقل من خمسة وستين ده باس أقل من خمسة وسبعين ده جود أقل من خمسة وتمانين ده فيري بود أقل من خمسة وتمانين ده إف سلاد كل الكلام ده شروط ومم شروط؟ على مين؟ على total of degree على total of degree حركة زي بكتم إزاي؟ قال لك انت قلت من شوية أهو ف والi small مش capital هو بس الورد اللي بيكتبها تمام؟ في جهاز مش عطلانوا الحاجة؟ ايه؟ دام هطلون تقرصة ايه؟ اف التوتل أول شرط بيقولك ايه؟ أقل من خمسة؟ اروح قيل كده اهو يعمل ايه؟ يبقى الجريد ايه؟ اف طبعا اف هتبكتم من من ده بيكتشن طبعا مش بكتب في الجعبة يعني انا بقولك بس السنتيكس الشرط الثاني يقول ايه؟ ايه؟ قدلاتي تحتها يفضل تحتها عشان انا بحيط بنظم بقى ما يطلع لك اروح لك في الكودة فريم في السطر كزا يعني ما يجي هنا؟ لو جينا لو في اروح في السطر ده هيقولك في التاني اما لو كنت انت عاملها كده هيقولك في السطر الاول هتقض طبعا في كل دي يعني؟ اما لما اقول كده كل واحدة في السطر يبقى انا عرفت ان في السطر في الايفينت من اما كنتش هم صحة يعني؟ حركة النظمية مش اكتر تمام؟ الشرط الثاني بيقولك اقل من كامل مين هو الهلو الخمسة الثانية؟ التوتل برضو طالما على نفس الفريمول يبقى في الحالة دي تقول ELSE 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 دي معناها غير الشرط الاول يعني معنا كده ما حصلش الشرط الاول يبقى ممكن يحصل هروح ايه LSE التوتل اقل من 65 يعمل ايه؟ جريد اقوال بوص الشرط التالي بيقول ايه؟ اقل من خمسة وعين برضو التوتل يبقى LSE التوتل اقل من خمسة وسبعين يبقى الجريد equal good LSE LSE دي معناها ايه؟ غير الشرط الي فات غير الشرط الي فات معناها كده دخل على الشرط ده لا مش ده دخل على الشرط ده لا مش ده دخل على الشرط ده يبقى هو ده دي معناها اللي بيتحقق من كل الشرط LCF تتحط وكلمة LSE تتحط في ناس بتعملها كده خلينا اكملها في الاخر وهقولك لو عملتها كده وهروضها هانج سانس الشرط التاني LCF التوتل اقل من كام؟ 85 من 85 يبقى الجريد very good LSE مش ده اخر شرط ممكن تقول LSE بس LSE بس عن ايه؟ ولا الاول ولا التاني ولا التالت ولا الربع يبقى اكيد خلاص مش مستهلة يا اما لو انت عايز تتعب نفسها بتقول LSEF Total اكبر من 85 يبقى الجريد equal excellent بس في الحالة دي تحط LSE امتى؟ لو في حالة الشرط LSE بس امتى؟ في حالة الشرط الاخير فقط طيب كده دي الطريقة انك تتعامل مع كذا شرط بس على نفس الايه؟ على نفس الـ variable على نفس الـ variable لو انت استخدمت كذا شرط بس على نفس الـ variable بس ما كتبتش ما كتبتش LSE فيها مشكلة خالص بس هي فيها مشكلة بس كفاءة البرنامج ايه مشكلته؟ مثال بالضبط زي ما انا بدور مثلا على عبدالرحماني ماشي 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 لقيت عبدالرحماني اكمل خلاص ما انت لقيت الوضع عليه؟ لا بطريقة دي انت اللي هتوض بنامج ما انت لقيته؟ خلاص خده اخر ليه تكمل بقى الشرط انت راجل هنا كتبت 64 اللي 64 اقلي من 50؟ لا اقلي من 65؟ تقول لي او لا اجابة F condition او يا لا اللي 64 اقلي من 50؟ لا اقلي من 65؟ يبقى ايه؟ خلاص اخرج لا هنا بالطريقة دي اقلي من 75؟ لا اقلي من 75؟ لا اقلي من 85؟ اقلي من 85؟ اقلي من 85؟ لا هيتطلع عليك جيد كده هيتطلع جيد كده هيتطلع جيد مش هيتطلع ايه؟ باص وهي المفروض يطلع باص بسبب الس دي بسبب حركة الس تاني لو انت كتبت 77 جرد 77 اقلي من 50؟ اقلي من 65؟ اقلي من 75؟ اقلي من 85؟ اقلي من 85؟ اه هيتطلع ايه؟ جيد اقلي من 85؟ لا طب انت ليه سألت؟ ما انت خلاص طلعت لانت الشرط تاعك تحقق؟ ليه بتكمل اسئلة تاني؟ عشان انت شغال بـ F-condition؟ بتخليك لو انت عندك 70 شرط هيفوت على السبعين شرط طب حتى لو الشرط بتاعك تحقق في السطر رقم 30 ليه يكمل؟ ايه الشغالة كده؟ خلاص؟ عشان كده دايما يقولك طرامة على نفس الـ variable استخدم ايه؟ استخدم L تابع لو لو على تاب لو على مختلفة يبقى في الحالة دي مش لازم X يعني انت مثلا عايز تطبع F على التوتال وبعد كده F على عايز بعد ما شفت التوتال تشوف الجندر بتاعه مختلفة مختلفة يبقى في الحالة دي مختلف عنده يبقى في الحالة دي مينفعش استخدم L طرامة شرطين هتستخدمهم بس كل شرط بـ variable يبقى مينفعش استخدم L عارف دايما مينفعش استخدم L لو انا قلت كل الناس البنات واللي جايين من موضة المعكاديم هم اللي هيبوا خاصة في المركز لو انت كنت مستخدم L X اي بنت هتاخد اكتب هتاخد خاصة حتى لو جاية مش من جامعة موضة اما لو حطيت F لا انت عايز يفوت على ايه على الشرطين مع بعض يبقى في الحالة دي هيقولك لو اي بنت وعا كده هيلك عن التحقق تاني هي جاي من موضة ولا لا فعشان كده يقولك ايه لو نفس الـ variable يبقى X الشرط مش على نفس الـ variable لا عشان يقدر ايه انت محتاج الشرطين يعدى عليك يشوف بنت اللي هي الجندر ويشوف جاية من جامعة ايه اللي هي الـ university ويشوف مهمين؟ هي دي فكرة الايه الـ F والـ L ساعات الكود يبقى صح بس النتيجة تطلع غلط الكودة كنت صح بس النتيجة تطلع غلط اللي هي الجندر دي؟ اللي 52 أقل من 65؟ اه صح والغلط هيا خود ايه؟ وهو المفروض ياخد وهو المفروض ياخد ايه؟ باس صح والغلط بعد كده هيروح مكمل اللي 52 أقل من 65؟ اه هياخد جود اللي 52 أقل من 85؟ اه هياخد ايه؟ جود جود اللي 52 أقل من 85؟ اه 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 هيروح مطلع على جود وكده مش عادلة خالص ويطلع ايجابة غير منطقية او غير متابقة لشروط الجامعة اللي انت حبتها او لشروط المسألة اللي انت حبتها عشان كده وجود إلس مهم جدا مهم في النتيجة تطلع صح ومهم في ان كفاءة البرنامج تبقى اعلى مجرد ما يلاقي حكته زي ما قلت لك بدور على حد معين وانت بتدور جوه 1000 طالب او جوه 1000 شخص لقيت الشخص رقم 20 هتكمل الالف خلاص ما تكملش هو دميزة إلس ما بتكملش حتى لو الشرط مجرد ما لقيت الشرط اتحق خلاص انت لقيت ان انت بتدور عليه ما تكملش بعد دي فكرة الايه؟ الـ الـ ممكن ان انا اربط ما بين شرطين ممكن ان انا اربط ما بين شرطين عايش تقول مثلا كل الناس اللي واخده اندرويد تمام؟ اللي واخده اندرويد والوقت بتاعهم الساعة 8 يحصل لهم كزا يبقى كده شرط على مين ومين؟ اللي بياخده اندرويد يبقى كورس نيم وشارط على مين؟ وعالتايم صحة اللي بدت تتقلس ازاي بقى عندك ادوات الربط ما بين شروط عندك يا أنت يا أور اسمها أند و أور طبعا تفرق كتير بين أند و أور اللي اتنين صح ويشتغلوا في تعمل تعمل كونكات ما بين شرطين يعني ربط ما بين شرطين عايز اقول كل الطلبة أو كل العمرة اللي وديين كورس اندرويد و أشارط على كورس نيم و الوقت بتاعهم الساعة 8 و عشارط على الطايم لو قلت أنت معناها لازم الاتنين يتحقق لازم الاتنين يتحقق و معناها معنى بالزبط و انا قلتلك بعد ازنا هادتك انزل لأستاذ مؤمن هاتلي ألم و موبايل لو رجعتلي بألم هوافق لو رجعتلي بموبايل أنا قلتلك ألم و موبايل يبقى لازم الاتنين انت هنا بتقول لازم يقون القرص اندرويد و الساعة الساعة 8 طب لو واحد واخد اندرويد بس سمعت الساعة 5 مش هيرض طب لو واحد واخد بيقوم بجابة بس الساعة 8 مش هيرض هي دي في ميزة أنج لازم الاتنين يتحقق عشان الشرط يتحقق زي بالزبط انت الطلب منك طلب بس سألك و و دي معناها لازم الاتنين يتحقق طب لو قلت أور العمرة دي قلتلك هات قلم أو موبايل رجعتلي بقلم زي الفول رجعتلي بموبايل برضو زي الفول حوافة انت برضو اي واحد واخد كرص اندرويد هياخد خاصة حتى لو معاته الساعة 4 عصر طب لو واحد بياخد كرص سي شار بس معاته ساعة 8 برضو ياخد خاصة عشان انت قلت ده او ده دي مست ايه حسب بقى الشرط بتاعك حسب الشرط بتاعك انت بتشوف الشرط بتاعك بيناسب ايه او حسب الحالة بتاعك هتناسب لازم الاتنين يتحققوا ولا واحد بس يعني مثلا انتخابات يقول لك لازم تكون اكبر سنك اكبر من جزء وتعليمك يكون عده كذا صحر غلط يبقى كده ده واوة اوة اوة واوة اوة اوة مفهنا دي انت اما لما يقول لك ده او ده واي حال منه موافع عليه يبقى ده اوة دي فكرة الاند والاورب تكتب ازاي تكتب تراني كرص نيم ايكوال اندرويد والاورب انا بكتفولد والاورب الوقت يساوي اهو زي ما انت شايف فيه كوس اهو في الاول زي ما انت شايف كده في الاول اهو فيه كوس اهو الكوس ده والكوس ده كلهم يتحطوا مبين كوسين عشان في الحالة دي يقدر ايه يأكتب يشغل يعمل الشرط على كله لازم كل دول بقى الاتنين يطلعوا غطرون لو هنا انت خدت كورس جابا بس الساعة تمانية يبقى كده بفولس الان بتقولك اطلعوا غطرون او الاتنين غطرون ساعة حتى بالجامعة كانت بتعملوا غطرون يبقى غطرون 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 ما طلعش غطرون في حالة لما يقول الاتنين ايه؟ يعني الشرط ما يتحققش الا بحالة الاتنين غطرون 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 تطلعلك اي غطرون ضروروا امثلا غطرون بس بسور ده غلط هيخش بلا لو واحد كتب بسور ده صح بس يوزر نيم غلط لا بل اتنين يكونوا صح يبقى كده انت ده مثال زي تاع اللي موجود دايماً واحد ده طريقة الايه انك تتعامل مع الif condition سواء بإلس او من غير إلس او تربط ما بينهم عايزين ناخد مثال كده عن موضوع التوزيح موضوع التوزيح زي واحد كده بيحسب عدد ساعته خلاص مثال كده بتدخل في اسم العميل او اسم الموظف وبعد كده الـ assignment هيكون تكملة على المثال اللي انت خدته اللي هو ايه بقى بتدخل زيونت نيم وبتدخل الـ total وبتطلع الـ percentage بعد ما تطلع الـ percentage تقول دي الـ percentage دي اخد تعديلي تبقى الـ ايه؟ ايه مش انت اطلعت الـ percentage عايتش يقول لي اقولك بقى الهل من 50% يبقى في الحالة ده الهل من 65% يبقى في الحالة ده باص الهل من 85% يبقى في الحالة ده المثال اللي عايزين نعمله عايزين برضو زي ما اتفقنا هنا تايتل اي ان كانت تايتل اي اسم شركة بعد كده هنا هنحط اي صورة وعايزين نعمل التشيك بقى على الشيعة على كذا حاجة مش بالضرورة الـ name يعني هنا المثال ده كده بعد ما خلصنا اقفل كده كان يسمو ايه؟ سوى ماركة ده ولا سوى ماركة ده دوس كده ضرب ضرب ليه؟ حضرلك مكتبتش حاجة يقول لي من فضلك دخل من فضلك دخل الـ total الـ quantity من فضلك دخل برئيس يبقى معنى كده امتى يطلع المثال دي لو ايه؟ لو فاضين ده F-condition يبقى هعمل شرط هقول طلع مسالة من فضلك دخل الكمية امتى؟ إذا تطلع؟ ده F-condition اهدي ضرب ازاي كده؟ ازاي نعالجها بالـ F-condition فاهمني؟ زي بالضبط ان تجد تكتب بتخش على التعمل الـ register و تدوش تسجيل نظر ما تكتب حاجة ده اسمه فانيديشن بيقول لك لا لازم تعمل كذا طيب تعال هنعملها هنا هتدخل الـ M-B-W-N-M وبعد كده هتروح كاتب عدد عدد الساعة بتوعك number of hours الساعة ان انت اشتغلتها بعد كده بتسجل الـ rate بتاعك الساعة بتاعتك بعد ده بعد ما بتسجل الـ rate هنا بيطلع لك bonus هنا بيطلع لك bonus بيطلع لك bonus بعد كده بيطلع بتدوس على الزرار اي ان كان هو الزرار ايه او كي او كالك واتفر هيطلع بقي التوتل العادي وبعد التوتل العادي هيطلع لك total after bonus او final total او واتفر هنا الـ salary بتاعك بعد كده هنا الـ final salary بعد اضافة البونس ايه بقي الكونديشن اللي يمشي عليها هو رقم واحد حضرتك هيخسب ايه اللي هيدخل الاول الـ input ايه زي ما انت فانا ما انا فادت اول حاجة هتدخل ايه الـ input الـ input الـ hows ثالث حاجة الـ rate يجي مقل الـ process الـ process الـ process هخليه يعمل تشه على الـ الـ hows لو الـ hows اقل من اربعين ساعة يبقى في الحالة دي تمام؟ الـ bonus 0 فلو الـ hows ما بين اكبر من الاربعين والخمسين يبقى البونس عشرة في المية من المرتب بس نقوم بعمل عملية كثيرة تمام طب بعد كده ده اول شرط وده ثاني شرط طب التالت شرط لو الهاورز من خمسين لسبعين يبقى البونس عشرين في المية من المرتب طيب لو الهاورز من اكبر من سبعين يبقى في الحالة دي تلاتين او خمسة وعشرين في المية من المرتب وعايزك بقى تطلع علي حاجة تانية كده طيب ما فيش مكان هنا هي مفروض بس عشان تستلسمها تحت هنا الحتة دي البونس فاليو هتطلع علي حاجة البونس فاليو اللي هو قيمة البونس ذات نفسها بس احنا كدبنا هنا هنا فوق النسبة هنطلع النسبة هنا البرسنتج بارتين دي النسبة ودي البونس فاليو وده السالي وده الفاينل ساليو يبقى كام حاجة هتطلعها تعالى بقى للاول بوت اول حاجة هتطلع ايه؟ بالترتيب بالترتيب اول حاجة هتطلع ايه؟ البرسنتج بعد كده البونس فاليو تطلع البونس فاليو تطلع الاساسي السالي يبقى طلع سالي بالأول لازم مسألة تعمل الاناليس الزائر عشان تعرف تحل صح بعد كده اطلع الايه؟ البونس فاليو بعد كده الفاينل الفاينل سالة كبيرة شوية بس برضو عشان نرجع على البيت كل مرة هتلاقي المسألة بتجبر كل مرة هتلاقي مسألة بتجبر كل مرة جاملة 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 هتلاقي باشع المحاوضتين لها البيت كل مرة على كده طيب هلنأخذ مسألة بقى بسرعة زي ده؟ لازم يخلص قبل البريت المسألة ده فايل عشان بعد البريت بتحلي نيو بروجيكت هنسميه كامباني وهنسجله زي ما احنا الابليكيشن بتاعنا اللي هو كورس هدو عشر نيكست ماشي تسعتاشر نيكست هنختار ممكن نختار المراد دي ونبرمج ده مش هيبقى زرار هدوس على ده نيكست 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 نحن نحن نحمل بس تحتنا نوقف الفيديونا نوقف الفيديونا نوقف الفيديونا نحن